وهم صاد وساد عالى على العرب الأشير محمد على العرب الأشير محمد ثانيا إذا التقى الساكنان حال الوصل ما تكلمنا عنه منذ قليل كان التقى الساكنين حال الوقف وحال الوقف والوصل الآن إذا التقى الساكنان في كلمتين منذ قليل تكلمنا عن التقاء الساكنين في كلمة وحدة حال الوقف أو حال الوصل والوقف الآن إذا جتا مع الساكنان في كلمتين إذا كان الساكنان في كلمتين بأن يكون الساكن الأول هو آخر الكلمة الأولى والساكن الثاني في الكلمة الثانية وهذا لا يكون إلا حالة الوصل لأننا لو وقفنا على الكلمة الأولى فلم تتحدد الصورة الصورة التي بين أيدينا هي اجتماع الساكنين في كلمتين ولا يكون ذلك إلا حال الوصل التخلص من التقاء الساكنين في هذه الحالة يكون إما بالحذف يكون إما بالحذف حذف الساكن الأول أو بالتحريك إذن الساكنان حينما جتمع في كلمتين ولا يكون ذلك إلا حال الوصل التخلص منهما بأمرين الأول بالحذف وسنرى الآن والثاني بالتحريك وسيأتي لحكم إذا كان الساكن الأول حرف مد والساكن الأول هنا هو آخر الكلمة الأولى والساكن الثاني في الكلمة الثانية كما ستظهر أمامكم الأمثلة في قولي تعالى إذا الشمس كورت إذا الشمس تلاحظون إذا الشمس أو وعلى الله على الله فليتوكل على الله أو وفي السماء وفي السماء رزقكم تلاحظون إذا الشمس إذا الألف هنا في كلمة إذا هو الساكن الأول سقطت همزة الوصل حال الوصل إذا الشمس فنجد الشين المشددة هي قبل أن تشدد كانت ساكنة وأضغمت إذا إذا الشمس إذا الشمس والمثال الثاني وعلى الله كلمة على حرف جر الألف المقصور واللم من لفظ الجلالة ساكنة قبل أن تشدد وعلى الله وفي السماء أصلها وفي السماء سقطت همزة الوصل في هذه الأمثلة فننطق هكذا وكلنا ننطقه بطريقة صحيحة نقول إذا الشمس تلاحظون لا وجود للألف حال الوصل وهو ساكن إذا انت خلصنا من الساكن الأول إذا كان حرف مد بالحذف إذا الشمس وعلى الله وفي السماء وهكذا نحن ننطقه بطريقة صحيحة ولكن المعرفة تؤكد هذا النطق الصحيح إذا التخلص من التقاء الساكنين في هذه الحالة إذا كان من كلمتين التخلص بيكون بحذف الساكن الأول إذا كان حرف مد إذا كان حرف مد هكذا إذا الشمس على الله وفي السماء طيب إذا كان الساكن الأول ليس حرف مد وهو آخر الكلمة الأولى والساكن الثاني في كلمة أخرى فمذهب ورش في هذا له مذهب خاص ننتبه له أن ورشا يتخلص من التقاء الساكنين بتحريك الساكن الأول بالضم تلاحظون كما فيها الأمثلة قل ادعوا الله أصل الكلمة قل ادعوا تلاحظون في رواية ورش ننطق هكذا قل ادعوا الله سأشرح هذا المثال ثم نلفذ بأمثلة أخرى الساكن الأول اللام قل فعل أمر اللام ساكنة والساكن الثاني الدال في الكلمة ادعوا قل ادعوا الله الدال بعد أن سقطت همزة الوصل لماذا وثالث هذه الكلمة مضموم ضما أصليا ادعوا فيحرك سيدنا وارش سيدنا وارش رضي الله عنه الساكن الأول بالضم لأن همزة الوصل في هذه الكلمة ابتدأت مضمومة لضم ثالث الفعل أو الكلمة ضما لازما ادعوا ادعوا حينما نبتدئ بهذه الكلمة لابد أن نبتدئ بها مضمومة همزة الوصل مضمومة لماذا مضمومة لأن ثالث هذه الكلمة أو هذا الفعل مضموم مضموما ضما لازما فورش يحرك يتخلص من التقاء الساكنين بتحريك الساكن الأول بالضم لماذا لضم ثالث الكلمة ولأن همزة الوصل إذا ابتدأنا بها في هذه الكلمة تكون مضمومة لكنها سقطت في الوصل قل دعوا للمناسبة ولأن ثالث الكلمة مضموم ضما لازما فيكون النطق هكذا قل دعوا قل دعوا الله أمثلة أخرى تظهر أمامكم قل انظروا قل انظروا هناك كراء آخرين يقرؤون هكذا قل دعوا بالكاس يتخلصون منه بالكاس قل انظروا لكن ما يرش يقول قل دعوا قل دعوا الله قل انظروا أو خرجوا أنكتلوا وقال تخرج وقال تخرج تلاحظون وقالت التأسى كان التأنيث أخرج الكلمة التي بعدها همزة وصل مضمومة سقطت وثالث الفعل مضموم ضما لازما أخرج أخرج إذن إذا التقى الساكنان نقول وقال تخرج وقال تخرج هناك كراء آخرين يقولون وقال تخرج بالكاسر لكن مذهب سيدنا ورش رضي الله عنه ويوفق كراء آخرون كابن عامر وقالون والكساء وابن كثير يوافقون في هذا بتحريك الساكن الأول بالضم إذا كان ثالث الكلمة مضموم ضما لازما والكلمة مبدو أبهمزة وصل مضمومة وفيها الساكن كما في الأمثلة قلوا انظروا أو خرجوا ولو أنا كتبنا عليهم أنوا قتلوا أنفسكم أو خرجوا بالضم حرقنا الواو بالضم والنون بالضم وقال تخرج وقد يكون الساكن الأول تنوين كما في الأمثلة ولا يظلمون فتيل ننظر ولا يظلمون فتيل نو تلاحظون ضم التنوين والتنوين هو في الحقيقة نون سكن ننطق ننطق هكذا ولا يظلمون فتيل ننظر ولا يظلمون فتيل نو فتيل ننظر قل معي تدرب معي ولا يظلمون فتيل ننظر مثل آخر كشجرات خبيثة نجو تثت كشجرات ومثل كلمة خبيثة كشجرات خبيثة نجو تثت خبيثة نجو تثت بضم التنوين وصلا لأنه نون سكن التنوين في الحقيقة خبيثة تنوين هو في الحقيقة نون سكن فنعتبرها نضمها كما سائر الحروف خبيثة نجو تثت وهذه الأشياء تستحق التدريب وتحتاج إلى ممارسة حتى نقرأها في سلاسة وعذوبة بلا تكلف أو تعصف برحمة ندخلوها برحمة ندخلوها نرفذ معا الأمثلة مرة أخرى قل دعوا الله قل دعوا الله قل انظروا ماذا في السماوات ولا قد استهزئة بالضم ولا قد استهزئة قل معي ولا قد استهزئة وقال تخرج وقال تخرج إذا كان تنوين برحمة ندخلوها ولا يظلمون فتيل ولا يظلمون فتيل ننظر ولا يظلمون فتيل ننظر كشجرة خبيثة ند تثت خبيثة ند تثت الأمر يحتاج إلى ممارسة وإلى تدريب تلاحظون أيضا أن هذه السواكن الأولى حصرها بعضهم في الحروف اللام والتاء والنون والواو والدال وحتى لا تنساها جمعوها وحصروها في كلمة لا تنود هذا الساكن الذي يحرق ورش مضموما إذا كان الساكن الثاني في كلمة مبدوئة هذه القاعدة القاعدة التي نحتاجها دائما ونتذكرها دائما يحرق ورش الساكن الأول بالضم إذا كان الساكن الثاني في كلمة مبدوئة بهمزة وصل مضمومة وثالث هذه الكلمة أو هذا الفعل مضموم ضما لازما كما في الأمثلة السابقة الحروف التي وقعت ساكنة في الأول الساكن الأول حصروها في كلمة لا تنود اللام والتاء والنون والواو والدال فورش رضي الله عنه يحرق هذا الساكن بهذه الشروط مضموما يحرقه بالضم تخلصا من التقاء الساكنين وقلنا أن يشارك ورشا رضي الله عنه في هذا التحرك بالضم بهذه الشروط قالون وابن كثير وابن عامر والإمام الكسائي رضي الله عن الجميع طيب إذا خلفت هذه الصورة الشروط بمعنى أن الساكن الثاني لا يكون في كلمة مبدؤة بهمزة وصل مضمومة ولم يكن ثالث هذه الكلمة مضموما ضمن لازما إذا هنا خلفت الشروط فورش كسائر القراء يحرقون الساكن الأول بالكسر لأنه خلف الشروط كما في الأمثلة كل الروح من أمر ربي أصلها كل الروح اللام ساكنة والرأ ساكنة قبل أن تشد فكل القراء يقرؤونه هكذا كل الروح بالتحريك بالكسر لأنه خلف الشروط التي اشترطناها عند التحريك بالضم إذا كان الساكن الثاني مضموم موجود في كلمة مبدوئة بهمزة وصل مضمومة لضم ثالث الفعل أو ثالث الكلمة ضمن لازما لكن هنا خلفت الشروط فورش كسائر القراء يحرق الساكن الأول بالكسر كما في الأمثلة كل الروح من أمر ربي كل الروح فلينظر الإنسان فلينظر بالكسر أنمشو أنمشو لأن كلمة امشو مبدوئة بالكسر لأن أصلها امشيو هناك ستة أفعال امشيو اقضيو امضيو اسعيو وهكذا هي صورتها أن الثالث مضموم لكن ليس ضما أصليا أصلها امشيو اجتمعت الياء والواو ساكنتان حذفت الياء ونقلت حركتها إلى الشين قبلها وهذا شرحناه من قبل ونذكر به الآن أنمشو كل القراءة يقرؤونها بالكسر أنمشو قو مني الله مهلكم لما تعظونا قو مني التنوين حركناه بالكسر لأنه لم يكن الساكن الثاني كما فيه برحمة نود خلوها أو خبيثة نود تثة أو فتيلة ننظر هاته صور حرقناها بالضم أما هاته الصور خلفت الشروط بأن الساكن الثاني لم يكن موجودا في كلمة مبدوئة بهمزة وصل وثالثها مضموم ضما لازما قو مني الله وهذا كثير في القرآن إذن إذا خلفت الشروط فورش كسائر القراء يلفظ يحرك الساكن الأول بالكسر أما إذا جتمعت الشروط وأكررها للأهمية أما إذا جتمعت الشروط فورش يحرك الساكن الأول بالضم إذا كان الساكن الثاني في كلمة مبدوئة بهمزة وصل مضمومة لماذا؟ لضم مثالث الكلمة ضما لازما كما في الأمثلة التي ذكرناها من قبل إذن الفائدة التي نخلص إليها أن ورشا يحرك الساكن الأول بالضم إذا كان من حروف لا تنود اللام والتاء والنون والواو والدال وكان الساكن الثاني في كلمة مبدوئة بهمزة وصل مضمومة لضم مثالث الكلمة ضما لازما قربي يا ربي على نبينا وحماد الهدي هو المدينة حماد الهدي هو المدينة ترجمة نانسي قنقر